اللي بنقدمها على كنة شرح النهاردة وسبع تطبيقات احترافية جدا الكل ما بيستغناش عن التطبيقات دي وهتفيدك جدا يلا بينا نبدأ شرح النهاردة ورجع نالكم تاني بس يا ريت لو مش مشترك معنا اطلع فوق اشترك ودوس لايك علشان ده بيدعمني جدا يلا بينا نبدأ شرح التطبيق تطبيق الاول معنا النهاردة تطبيق ايميلات لو عايز ايميل من اي شكل اميت لو حتى ميت ايميل اللي انت عايزه التطبيق ده بيدي لك جميع الايميلات اللي انت عايزها بعد ما تحمل التطبيق ده نفتحه بيزهر قدامك بالوجهة دي بنتضغطها على علامة اكس بيزهر لك كلا الايميل اللي انت عايزه لو انت عايز الايميل ده بتاخده مش عايزه بتضغطك على تغيير بيبدأ يغير لك الايميل دي لاميل تاني وتقدر تاخده هل انت متأكد نعم غير لك ايميل زي ما انت عايز كده لو انت عايز تعدل على الايميل بتضغط على كلمة تعديل وتعدل على الايميل زي ما انت عايز. نضغط اليها. طب انت لو خدت الايميل وحططة على اي برنامج وعطلب منك كو التحقيق وجل لك حق. فبتيجي هنا على الصندوق الوالد تحت هنا في الشعار هنام وتضغط على صندوق الوالد. بتجي هنا بتلاق الايميل بتاعك كلي كلي رسالة بتلاقها هنا. تضغط عليها بتشوف الايميلات كله انت عايزه. ونرجع على البرد ازا ما كان. هنا لو انت عايز اخد الايميل بتضغط عليه كلمة تنسخ بتنسخ بتاخده هناك بتاخد ايه? محط عندك على العين. وممكن تخليه بالشكل الفاتح زي ما احنا كنا نسا عاملينه في البداية. بيرجعلك بالشكل ده. عندك كل دي الموضوع دي كده جميل جدا. ممكن دينا تملأ تلقائي في التطبيقات. ممكن انت هدوك ساعد ما تخش على تطبيقات. بمدار خط ونسخ هنا بملاقو لك لو انت فعلت الخيار ده. مجرد ما كتابة كده زي ما بوريك هنا في الفيديو كده. مجرد ما كتبت تخش على تطبيقات لا فتح على طول بتروي انت ضغط على انت بيجو متأكيد تقول له لو انت عايز ما انت عايز تتأكيدها بتأكيدها مش عايز بترويق له لا. انه عندك ميل النموزجي بتلقاء نفس الكلام. ممكن انت بيدي لك بردك نفس الخيار لتانك بتريد تاخده. واريك انك تتملأ نموزج نفس الكلام زي التانية. فهو وضوع بشي سهل وجميل جدا. فهو تطبيق رائع. بتدر تستخدامه لو انت بتحب الجوائر او بتحب انك تخش على تطبقات وتحت حمل جوائر او بتحب تحمل تطبقات كثيرة ويطلب منك ايميل. فانت تخايف تحط اليميل بتاعك الشخص العادي. فانت بتاخد ايميلات من التطبيق ده. تطبيق ممتاز جدا من غير ما هتخدش على جوجل وتعملك ايميلات وكلام ده. انت بتاخد اليميل من ده وتحطه عندك هناك وتضغط عليه على طول. لو طالب منك كود ترجع على البرنامج زي كده بتاخد منه كود التحقيق. وبتحطه هناك. فهو برنامج رائع بمعنى الكلمة. كل ده عددات وده تتحكم فيه براحتك. فهو زي ما انت شايف تطبيق ممتاز جدا. ممكن يتعدل على اليميل ده لو انت عايز تتعدل عليه. نتعمل له لكلمة تعديل. بس هنا فيه دي تقريبا بالنسخة المدفوعة. لازم تدفعها عشان تعمل النسخة دي. فهو بطلب منك حوالي مية وتلاتين جنيه. ممكن انت تتجربها تلات ايام مجانة اول بدلك اول تلات ايام مجانة وتستخدمها بعد كده. فهو بقول لك ممكن لمدة اسبوع بتسعة واربان يعني بخمسين جنيه. ممكن تعملها كده. وممكن انك تفضل تستخدم التطبيق اللي اللي بده لك وخلاص على كلمة لغير ما تدفع. فهو حاجة جميلة جدا. وفيه من النسخة عندك اهو. في جانب مدفوع جانب مجاني. والجانب المجاني اهسل واحسن كتير وتستخدمه. وهيدعمل لك كل شي معاك. فهو دي كان اول تطبيق معنا النهاردة. تطبيق اللي معنا بعد كده تطبيق ده ده. ده تقدر ترجب منه جامع الفيديوات الاجنبية بشكل رائع وبشكل جميل جدا. وبمجرد انك تفتح التطبيق او تفتحه من اي مكان تاني. وبتعمل تشير على الفيديا على التطبيق ده. بروح فتح لك جميع الافلام زي ما انت شايف كده بشكل رائع وبشكل ثلث وشكل جميل جدا. انك تقدر ترجب منه جامع كل حاجة اللي انت شايفة. فهو حاجة جميلة وحاجة رائعة جدا. حبيت ان اشاركه معك ويلا بينا ان نستعرض تطبيه مع بعض. بعد ما نحمله الماتجر وجه بليه. بنضغط عليه فتح. بياخد سوان وبيفتح عمامنا بالوجه اللي انت هتشوفها دلوقتي دي بالشكل الرائع. هنا بقول لك لو انت عايز تحدث للنسخة الاعلى فبتقوله للغاء. وبنعمل تبدأ بقى تشوف التطبيقات زي ما انت شايف كده بالشكل الرائع دي. بيعرض لجميع افلام الاجنبيه. لو انت حابت تشوفها بقى في فلام رائعه وشايف والافلام الجديدة. بنضغط على اي فيلم لو انت عايز تشوف تستعرض فيلم. ولا يكن اي فيلم. خلينا نوطي الصوت شوية. بعد كده انت زي ما انت بتشوف كده هو بدينا كي يقول لك انت لو عايز يعني بيحدد لك كل حاجة في التطبيق يعني لو انت عايز تعملها. يبدأ يستعرض لك الفيديو. يعني بقول لك يعني اللي حاجات اللي انت هتستخدم زي ما كده. اه بس. اه زي ما انت شايف كده ايه في الخانة الازرقة تاعتها بقول لك ايه الماء يسر الماضي يعرض. يعني هو بترجم لك الفيديو بشكل ورائع تحت الفيديو بترجم لك باللغة الانجليزية وباللغة العربية. فحاجة رائعة حاجة رائعة جدا يعني فتطبيق ممتاز. حبيت ان انا شاركوا معاكم بالمانزر ده لان التطبيق ده انتاز الكتير جميع منها. هتشعروا نروح على اليوتيوب كده زي ما احنا شايفين كده وانننبحس عن اي فيلم احنا عايزينه. ولياكم لنا نسي نكت مسلا افلام اجنبية. فيلم اجنبية مسلا انا بنبحث. هنضغط على الفيلم ده مسلا وبروح جاء دقطين على كلمة مشاركة وبننزل تحت بنرفع بنرفع بنلاقي التطبيق عندنا تحت هوت. بنضغط عليه. بروح الفيلم شغال معاك زي ما انت هتشوف دي دورات كده. بص اه. روح فاتح معاك هوت. احنا بنضغط عليه موافق. بروح دقطين اهي بروح زيلك برضك في نفس الخنة الزرعة بروح زيلكه. النفس اللي هما بترجمين الفيلم بيه بترجم لك اطوات. لو انت الفيلم مش مترجم بترجمه لك هنا بشكل الرائع وبشكل الثلاث دي. فهو حاجة رائعة وحاجة مماتازة جدا يعني تطبيق خرافة تقدر من على الجوجل من على من اي مكان. تقدر تستخدم التطبيق ده وتجيب وتشير وتشوف الافلام اللي انت عايز تشوف. وممكن من عليه هو بجيب لك جميع افلام رائعة وافلام جديدة وافلام ممتازة جدا. تقدر تستخدمها. بصم. تطبيق اللي معانا تقدر تشيلها. ممكن تيقض فيديو مع تيك توك او من على اي مكان تاني وتشيل الفئة العلامة المائية بتاعته وتستخدمه. الممكن تحط انت مثلا لوجب تاكت على الصورة على فيديو من غير ما مسلا تحطها على الفيديو وتبدل تسح وتجرب نفسك. فهو دي حاجة رائعة تبديم ممتاز جدا. انا الشخصين باستخدامه وما باستغناش عنه نهائي. فحبت ان اشاركه معكم ارضا. بعد ما اتحمل وما تجرجو بلاي او من لا بريد. انت ابقى انت عايز تتزيل علامة مائية ولا تضيف علامة مائية. انا اقول له مثلا نضيف علامة مائية. اقول لك انت عايز تخترق من ملفات ولا من صور ولا من اي مكان. لان اقول له مثلا مثلا مثل مثل السور زي كين. ولا يكون يقول له ان اتنخد اني مثلا بتاقي انا مش fringe شعار المدونة بتاعنا ده. بنروح اهاند اكتنه هنا اقول لك عندك هود. عايز تشوف بقي هات الصورة الى انت عايز تضيفها يضغطينا على علامة الزائد اللي تحت دي ونخش على الصور. ونروح مثلا ندخلين. هل نجيب اللوجو مثلا بتاعنا. ناخد اللوجو بتاعنا. هنا بقول لك اكضيف. شوف انت عايز اضيفه هنا حتى في الصور. اول ياكن هنحطه هنا كده. بالشكل ده. تمام. بقول لك انت تتحكم تقدر تتحكم في الاعدادات بتاعت هنا في الظل بتاعه وفي الوضوح وكلام ده كله تقدر تتحكم من هنا عايز اعمل له دوران تبدأ يروا. نفس الكلام من هنا نفس كلام هنا نفس الكلام عايز اتضيفه للشكل يما دي. لقد عايز اتخدز المكان. نفس الكلام عرفل هنا التحديد تحديد بتاعته زي ما انت شاف كده. علاو انت عايز تزيل الشكل دي بتزيله من هنا. بعد ما انت خلص. بس قبل ما تضغط على كلمة حافظ. بنضغط على الترس اللي جنبه ده. وبنيجي هنا بقول لك هنا لشعر جهاز قوالب خاصها به. حفز القالب. نضغط على كلمة حفز القالب. بقول لك اكتب لي اسم القالب اللي انت عايز تحطه. ولياك وانا هنكتب اسمعي. وننزل تاعت. ونضغط على كلمة حفز. بروح حافز تم حفز القالب نجاح. نضغط على كلمة حفز. كده ايه كده بتحفظه. وكده الملف يعني احنا كمينا لسه حفزينه. فعنا هنا نضغط ايه حفز كاجدية. بعد كده بتنضغط على كلمة الصح هنا كده حفز بيه. لو احنا جينا على المعرض الخاص بيهنا. هنبص نخش على الصور. هنلاقي احنا اللي احنا حافزينه وحافزناه مرتين. نخش على الصور كده. انلاقي حافزينه بالعلامة المائية هيت. وما تقدرش تغيرها وحاجة جميلة جدا. طب احنا مسلا لو عايزين نزيلها العلامة دي ديت. هنجي نرجع. ونخش مسلا على اختيار صورة. ازيالة علامة مائية. من الصور. خش على الكل. نحضر للصورة اللي احنا لسا عملناها دلوقتي اللي لسا عملناها حالة. وراجيين اننا راح لعى محردين لشكل اللي احنا عايزينه بقول لك حدد. وتضغط بعد كده تضغط على حفز. بعد كده انت بتضغط يقول لك السبدال مثلا لقى حفزك يا جديد. بعد كده نضغط على صح. دي جي نخش على المعرض الخاص بي. السور. نجي على اول حاجة الاخر حاجة عملناها. هنبص تلاقي حزفنا هنا ايه? بالشكل اللي انت شايفه دي كله. فتلاقي مع حاجة تطبيق حاجة خرافة جدا وحاجة جميلة جدا. حبيت ان اشاركوا معاكم التطبيق ده باستخدامه في موظم فضيات وموظم صوري. فهتقدر تستخدامه في كل حاجة. المعنى بعد كده تطبيق ممتاز جدا. التطبيق ده بحور لك اي صورة سابتة الى صورة متحركة بشكل كده بموسيقى بشكل رائعة جدا. ده ده تستخدمه. فالتطبيق ده منتشر جدا في الفترة اللي فيها اديت في الكثير جدا نشرعه والكثير جدا مستخدمه. بس لو نشرعه النار ده بالشكل مبسط والشكل جميل جدا. وبعد ما نحملوا مدجره بليه او من سندول وصفة تاعد بنضغط عليه فتح. نفتح تطبيق ده بعد كده بعد كده نقول له ان نضغط عليه سماح. سماح تاني. بزارك بقول لك انت عايز بالكاميرا او بتجيب صورة من معرض اللي احنا بنضغط له نقول له هاته سورة من معرض. بعد كده نضغط على الصور اللي احنا لسه جايبينها. بعد كده نضغط على علامة الصح فوق. هنا لو عايز تحدد على الابعاد او كلام ده بتحدد. بعد كده نضغط على علامة الصح. بعد كده نضغط على كلمة الدبل بتاعت اللي في الشكل اللي اخضر ده. نختار اي موسيقى باي شكل ما اللي انت شايفه ده. وليكن انا نعلي الصوت لها. اه بعد كده بعد ما بتعالي الصوت بروح بضغط لك عليها ايه وبزهر لك بالشكل ده كده. بياخد ثواني وبيحمل لزي ما انت شايف كده بيبدأ يحمل التطبيق عشان يحاول لك بيتغلك على السيستم بتاعها. اه زي ما انت شايف. الصورة سابتت حوالة لصورة متحركة بقى غاني بشكل جميع جدا. صورة جميع جميع الصور تدر تستخدام على التطبيق ده. بالشكل الرهي وبالشكل السلس دي جدا. شكل الخرافة جدا. تطبيق ده عجبني جدا جدا. يعني تقدر تستخدمه جميع تتلزم مع صحابك. تقدر كل شي تقدر تستخدمه مع التطبيق ده. فهو تطبيق خرافة جدا. عايز نزل لت الصورة دية او الفيديو ده بتظهر على كلمة سيف. نظهر على كلمة اوكي. لو رجعت على الفيديوهات عندك هتلاقي الصورة ايه. نزل بالشكل ده كده. بالشكل فيديو متحرك كده. بشكل الخرافة جدا. لو انت عايز تغير الصوت. خش. اه زي ما انت شايف كده. بيبدأ بعد ما بتعملها. بطلع ضغط على كلمة ال W. بطلع محملة معاك على طول زي ما انت شايف كده. بالشكل الرائع بالشكل الثالث ده. بيغض ثوانا ويحمل معانا. اه زي ما انت شايفها. غيرت الموسيقى بغيرت نفس الرأسة من نفس الشكل. بحاجة رائعة جدا. او فيها موسيقات لك محدودة لك. بشكل جيد اميل جدا. لو عايز سيفة نفس الكلام زي ما هنقولنا. بتسيفة لو عايز تشعرها مع احد بتشعرها. تعال نرجع ونشوف الفيديوهات التانية. عندك نفس الكلام ده كل. تضع لتسخدامها بالشكل الرائع ده كلها. اه بشكل موسيقى دي. لو عايز تسخدام نفس الكلام بتروع ضغط على لامة ال W. بتروع محملة معاك على طول زي ما انت شايف كده. زي ما انت شايف. رأسة رأسة مختلفة عن اللي فاتت وعن اللي جاءة. كل حاجة رائعة جدا. بتدر استخدامها. جميع السور. حاجة رائعة جدا. انا حبيت ان اشاركك معاك التطبيق ده فهو تطبيق رائع وهتسفد منه كتير. التطبيق اللي معنا دلوقتي التطبيق ده ممتاز جدا. بتدر استخدامه في حياتك كلها. لان التطبيق دي ازاي بيحزف لك جميع الاعلانات اللي بتيجي على تطبيقات او في اي حاجة. انت مسلا بتيتصفح تطبيقات او كلام دي التطبيقات خلاقية بتروع من تظهر لك على نزل ما احنا كنا شايفين كده دلوقتي. اما دي بيحزف لك جميع الاعلانات اللي بتيجي لك على التطبيق قد ده. مجالك انك تفعل التطبيق وتخش على الاعلانات بيحزف لك جميع الاعلانات. بعد منضغط على تطبيق زي كده او بتنزل بسهل بعد ما تنزل من تطبيق من مدجر رجوع بلاي او من سدو الوصف. نضغط على طريق فتح. بروزارك بالمدجر ده كده بنضغط على اوبن. نضغط على ايه? وبعد كده بتكده التطبيق يشغل معنا كده. اه تطبيق بمنتزل. احنا بنفصل التطبيق. بنخش على تطبيق اي تطبيق تاني وننجرب. بنضغط مسلا على تطبيق تون اوب دي التطبيق ده احنا استخدمناه قبل كده وشرحناه قبل كده موكا هسيب لك الربط بتاع فسان دول وصف تحت شرح على التطبيق كامل. تظهر استخدم التطبيق ده. بروزار دخلين على تطبيق بناخد من معرض بنجيب صورة اي صورة. الصورة ده احنا استخدمناه قبل كده عملناها على التطبيق. هو بيزار لك زمان انت تشاي فكرة بروح ازهر للك اعلانات هاي. اما تطبيق التاني لو موجود مش بيزار لك جميل اعلانات ده زر لك اعلان كده تفضل فترة عما يزهر لك الرقم وبيروح اطولة منه. انت بروح بيزار لك انت التطبيق ده احنا زي ما احنا شايفين كده عشان هي يحويل لك بعد مجاب الما يدي لك الصورة كاملة هي رحو زر لك اللي اوف تظهر لك دي كده بواجه ال ребята ليس بواجه الاعلان دي انا ان نضغط على سنة بس عشان افتام تظهر الحلالك فوق مش vacunation لك ز اليسافة. على طول من غير اي اعلانات من غير اي حاجة بنضغط على موافق برام حول لك الصورة على طول زي ما انت شايف كده يعني كان قبل ما هيدي لك الصورة كده كان بيدي لك اعلان حزف لك الاعلان ده فهو تطبيق رائع وتطبيق ممتاز جدا بدلت استخدامه في حياتك اليومية فهو حاجة رائع جدا حبيت اني اشاركه معاكم النهارك التطبيق اللي معنا بعد كده التطبيق ده بيتعرف لك على جميع الفيديهات اللي فيها خطر او فيها فيروس او فيها حاجة على الجهاز بتاعها بدلت تعرف لك عليها بنضغط على ثلاث شرط اللي فوق دول بنختار اول خيار بيبدأ يظهر لك ايه التطبيقات اللي هي اساسا موجودة على التليفوني بتاعك اللي هما جايين مسلا ايه على العدة بتاعتك اساسية ان هما ايه يعني التطبيقات عادية نضغط على ثلاث شرط تاني خيار بيبدأ يفحص لك جميع التطبيقات هو بقول لك انت هن عندك ايه مية خمس وعشون تطبيق على الجهاز بتاعك. ابدأ يفحص لك التطبيقات ويزرر لك تاع زي ما انت هتشوف كده. بياخد سواني وافحص لك. يعني كل تطبيقات الفائد دي تطبيقات عادية ما فيهاش حاجة. اه بيبدأ بجا يزر لك هنا ايه دي بجا ايه ولك ايه? تطبيقات دي فيها نسبة خطورة. بس مش فيه. ولو فيها نسبة خطورة شديدة بروح تزرع لك بعلامة حمر وكل انا كدت ايه تطبيق ده فيه نسبة خطورة. انت بتروح عامله عليه ضغط عليه حسف او كلام ده. زي ما احنا هنشوف مع بعض دلوقتي. بياخد سواني بيبدأ يحمل تاني. دعا لن نرجع ونشوف الخيار البعادي. نضع على علامة الجفل التالي اللي هو الخيار التالت اللي بعدين ده. نضع ليه بنضع على بيبدأ يزرع لك هنا كده. دي دي الحاجات اللي دي المايك والحاجات والميكروفون والكلام دي الحاجات اللي على جهاز. نبدأ بتاع داخلك هنا كده بيقول لك دي تطبيقات موجودة عندك وما فيهاش نسبة خطورة اوي. نضغط على الحاجات التانية على الخيار الرابع اللي معنا. بيزهر لك بقى يديل لك فيهم نسبة خطورة عندك على الجهاز. لو احنا تعايز تزيلة احزف مثلا انت بقول لك هنا ايه. لو انت عايز تحزف ما تضغطش على اوبن هنا اوبن بدخلك على التطبيق. بتتعرف عليه. فاحنا بنرجع ونخش على التطبيق تاني ونضغط على كلمة ايه? يعني انت بتزيل التطبيق وتضغط على موقف بتروع ازاي للتطبيق ايه من عندك علشان ايه? تلغي تثبيته علشان دي التطبيق دي بقولك فيه نسبة خطورة او في حاجة زي على كده. نسبة خطورة بس مش في خطورة كاملة. او لو فيها خطورة كاملة بروح بزرارك بخط اسمر عليها كده. فهو حاجة رائعة جدا تطبيقات ده. اخر تطبيق معنا النهار ده وتطبيق استعادة الفيديهات تقدر تساعد من عليه الفيديهاتك اللي انت اللي فاتت اللي انت محزوفة منك وبشكل الرواية بشكل جميل. بعد ما نحمل التطبيق من متجر رجو بليه او من سندول وصف تاعت هنضغط عليه فتح. بروح فتح معنا بالواجهة اللي انت هتشوف دلوقتي ته بياخد ثواني وبيحمل. سيعرض تطبيق جميع مقاطع الفيديو المحزوفة والغير محزوفة. واصل البحث وستجد مقاطع الفيديو وتبحث عنها. يعني بجيب لك كل الجميع الفيديات اللي عندك والمحزوفة. وانت بتدهر في وسط الفيديات ده عليه. اه موافق بتروح ايه ضغط على كلمة استعادة. بقول لك عايز استعيد الفيديات المحزوفة عرض مقاطع فيديو مستعادة. اللي انت عايز انت بتدغول له استعادة فيديو محزوفة. بيظهر لك علام زي كده بياخد ثواني انت بتفصله وخلاص على لكن. بياخد ثواني هو سريع جدا في الاستعادة. بالسعيد جميع الفيديات لان الفيديات شوفها عندك عدد على حسب عدد الفيديات اللي كانت ما عندك. وبعد كده بقول لك تقول له بجاء الظهار. بيظهر لك انا بقى تتدور في وسط الفيديات اللي عندك دي كل هيتها على الفيديات المحزوفة عندك. وتعمل ايه? فهو حاجة جميلة يعني تطبيق جميل جدا بس هو اللاعب بتاعه انك انت لازم تدور على الفيديات على كل الفيديات اللي في الفيديات ديت على الفيديات ايه? المحزوفة عندك. هو دي اللاعب بتاعه. اما انت كل الفيديات اللي عنده. المحزوفة منك من فيت زمان او من دلوقتي هتقدر تسعادة. فهو حاجة خرافة جدا. حبيت ان انا عاستعرض معاكم النهاردة فهو بالتطبيق ده تطبيق جميل جدا. ودي كان كل حاجة معنا النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتشاري الفيديو له اكبر عدد من اصحابك عشان كل يستفيد. وده بيدعمني ان انا انزل استراتيجات تانية بفيديوهات تانية بتطبيقات تانية بحاجات تانية جميلة جدا. وسيبونا في الكومنتات ده حتى تشوف انت عايزين ايه تشرح المرة الجاية ايه? وانا ان شاء الله هشرحو لكم على زي ما انت عايزين ان انا هشرحو لكم. سيكتبونا في التعليقات تحت وان شاء الله هارض على الكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.